موسيقى موسيقى شهدين الكرام في كل مكان نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج ملف خاص في حلقة اليوم سنصلط الضوء على الاستثمار كرافعة لخطة الإنعاش الاقتصادي والتي جاءت وفقا لتوجيهات ملكية سامية ومن أبرز الخطوات العملية التي بدأت بها الحكومة قانون المالية لسنة 2022 وتفعيل للنموذج التنموي وكذا البرنامج الحكومي عقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم عددا من الوزراء لوضع الأسس الكفيلة بترسيخ أسس الانعاش الاقتصادي خاصة ما يتعلق بملف الاستثمار للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب باسمكم مشاهدين بالضيوف الكرام وأبدأ مع السيد نجيب صومي المحل الاقتصادي أهلا ومرحبا بك سيد أهلا وسهلا ترحب موصول أيضا برشيد أراز الباحث الرئيسي في معهد الشرق الأوسط سيد رشيد أهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا أهلا ومرحبا بكم إذن يوم الأربعاء الماضي كان هناك اجتماع في العاصمة الرباط ضم السيد رئيس الحكومة عزيز أخ النوش وأيضا مجموعة من الوزراء من أجل الحديث عن آليات خاصة بالانعاش الاقتصادي وتحديدا ملف الاستثمار الذي بالتأكيد يحظى بأولوية داخل هذه الخطة وتم تحديد مجموعة من الأمور المتعلقة به في البداية دعنا نتحدث سينا جيب عن نوعية الحضور في هذا الاجتماع وفيها دلالات وإشارات همة جدا كان هناك وزير الداخلية السيد عبد الوافر الفتيث كانت هناك وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان فاطمة الزهر المنصوري وزيرة الاقتصاد والمالية أمر بديهي أيضا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات والوزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار ما دلالت هذا الحضور في هذا الاجتماع الخاص والذي تلا بالتأكيد اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه العهل المغربي في فاس لا أولا دلالات الحضور هو أن هناك توجه عملي نحو تغيير الأساليب المعتمدة في تحفيز الاستثمار هناك فريق عمل يرتبط أساسا بالمؤشرات الأساسية أو المعطيات الأساسية المرتبطة بمناخ هذا الاستثمار فيما يرتبط بالجانب المتعلق بالعقارات الجانب المتعلق بالتمويل الجانب المتعلق بالاستثمار وهذا الأمر مهم جدا وحتى فيه نقطة مرتبطة بالتقائية السياسة العمومية والتقييم السياسة العمومية كذلك الجانب المرتبط بإعدادات عمل وزارة الداخلية وكذلك الوزارة الخاصة بالمقاولة الصغرى والإدماج الاقتصادي هذا معناه على أن النقاش ينصب نحو وضع يعني منظومة جديدة لإنعاش الاستثمار منظومة جديدة لتقوية نجاعة الاستثمار في شقه العمومي وشقه الخاص وأعتقد بأنها إشارة مهمة كذلك للتوجه نحو تفعيل الشق المرتبط بالاستثمار في منظومة الانتعاش الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك يجب التذكير على أن هناك توجه نحو استثمارات بـ 12.3 مليار دولار هو توجه كبير فيه شقين فيه المساهمة المباشرة للدولة وكذلك فيه الشق المرتبط بضمان القروض بالنسبة للمقاولات التي تسعى إلى إعادة انطلاق حقيقية هذا الأمر يحتاج إلى توجهات دقيقة ومضبوطة من طرف الدولة من أجل مواكبة ومصاحبة أولا المنظومة الاقتصادية الوطنية لاستيعاب الاستثمارات الجديدة وفق توجهات كذلك جديدة وكذلك لمصاحبة المقاولات من أجل ضمان أمرين أساسيين اتنين أولا تعزيز قدرة المقاولات على خلق فرص الشغل كمدخل للانتعاش الاجتماعي وكذلك تقوية قدرات المقاولات من خلال عوامل تحفيز لزفة ملتيبليكاتور الاقتصادية التي ستكون من خلال استثمارات الدولة أو من خلال كذلك استثمارات المقاولات لخلق القيمة المضافة وخلق التروة التي تعتبر كذلك عاملا محددا لتقوية القدرات الاقتصادية للمغرب والقدرات المالية بشكلها المباشرة سنفصل في القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها أو تحفيز الاستثمار فيها من أجل أن تكون ذات جدوى وتنعكس على نسب النموذة داخل المملكة وعلى قطاع التشغيل وأمور أخرى في البلاغ الصادر بعد هذا الاجتماع تم الحديث على أن المرجعية سيراشيد هي النموذج التنموي وأيضا البرنامج الحكومي وكلهما ربما هناك علاقة تكامل فيما بينهما لأن البرنامج الحكومي بالأساس نهل وجعل مرجعيته بالأساس النموذج التنموي ماذا تعني هذه الكلمات في بلاغ رئاسة الحكومة وما هي مميزات النعاش الاقتصادي وخاصة في قطاع الاستثمار التي وردت في النموذج التنموي وحتى في البرنامج الحكومي مسألة طبيعية جدا لأن قانون المالية هذا بالخصوص الذي الآن تعمل الحكومة على تنزيله هو أيضا يشكل تقريبا أول أو تاني قانون المالية في ظل نموذج التنموي الجديد وظل جائحة كورونا وظل جائحة كورونا إعداده تم والنموذج التنموي موجود فوق الطاولة بالتالي فبالنسبة للحكومة أيضا هي تشكل أول حكومة من ثلاث حكومات ستنفي النموذج التنموي الجديد النموذج التنموي الجديد فيه التزامات كبيرة وفيه أيضا أرقام طموحة فيه أيضا أهداف كبيرة مضاعفة الدخل الفردي نقلة نوعية في النصاط الاقتصادي تنويعه الانتقال نحو قطاعات أكثر انتاجية تقيمة مضافة مرتفعة تكنولوجية لحديث التصناع إلى غير ذلك بالتالي فلا يمكن للحكومة أن تتأخر ولو نصف يوم عن تنزيل هذا النموذج لأن مصير البلد واستقراره يرتبط بتحقيق هذه الأهداف في أفق سنة 2035 طبعا يبقى الاستثمار بأنواعه التلاتة الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة هي المدخل الرئيسي لتنزيل هذا النموذج التنمووي لتحقيق هذه الأهداف ليه ذلك ليس من المستغرب بالنسبة إلي أن يكون أول اجتماع يعني غير كلاسيكي بالنسبة للحكومة لأن يعني الذين اجتمعوا هم جزء من الحكومة ولكن هي مفاتيح طبعا الحكومة لأن القطاعات الأساسية موجودة ممتلتين مثلا فاطمة الزهراء المنصوري نعم وزير تعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان قد نقول هنا أن الجهوية المتقدمة رافعة من روافع الاستثمار الداخلي والخاص والعمومي وأيضا الأجنبي ممكن أن يكون هناك دور ربما للجهات للجماعات الترابية في تحفيز الاستثمار خلق مناخ خاص وبنية تحتية تساعد على ذلك المشكل غير مشاكل التمويل التي يتم الحديث عنها عادة في المغرب على أنها معرق للاستثمار أنا أيضا أعتقد أن مشاكل مرتبطة بالعقار وقطاع العقار أيضا هي جزء معرق للاستثمار في المغرب فليس من المعقول أن نطالب الشباب مثلا لأول مرة يليجون إلى عالم المقاولة وعالم الاستثمار أن يكون لديهم مثلا وعقاري أن يكون لديهم عقاري هذا المشكل يخلق عرقلة كبيرة الاستثمار في المغرب بالإضافة طبعا إلى مشاكل التمويل بالتالي فأنا أرى تركيبة الاجتماع أنها مهمة والدولة لديها وعي بأن كل قطاع لديه مساهمة وكل قطاع إن لم يقم بأدواره فبإمكان كيف ما كانت مجهودة رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة فذلك سيعرق الاستثمار لذلك هناك تكمل في اللجنة وبالتالي فبالنسبة إلي ليس أيضا من المستغرب في دل سياق ربما على وسائل التواصل الاجتماعي نجد هناك حديث حول جواز التلقيح حول الكوفيد حول ربما قضايا تبدو لهامشية بينما الحكومة ذهبت على الأقل في هذا النقاش إلى صلب الموضوع لأن الاستثمار هو الذي سيحل عدد كبير من المشكلات المرتبطة بما يعرفوا الاقتصاد العائل المغربي الملك محمد السادس في مجموعة من الخطابات ركز على ضرورة دعم المقاولات ضرورة دعم الابتكار البحث العلمي أمور كثيرة جدا في الاقتصادات المتطورة على سبيل مثال للحصر جيراننا في القارة العجوز ألمانيا فرنسا جميعها نعم لديها شركات منتناسون لديها شركات ضخمة وعملاقة في قطاع البنوك في قطاع السيارات في الصناعة الثقيلة كل ما تشاء ولكن أسس الاقتصاد الوطني هناك بني على المقاولات الصغرى والمتوسطة هي التي أنعشت الاقتصاد هي التي خلقت فرص العمل هل يمكن أن نستند على نماذج ومن خلال دعم هذه المقاولات من خلال دعم الابتكار من خلال دعم برامج خاصة مثلا بالشباب الساكنة النشيطة التي تقدم على الانتاج عبر برامج عددتها الحكومة في برنامجها أو كانت مسبقا انطلاق فرصة وأيضا أوراش أعتقد بأن النماذج اليوم المرتبطة بالنجاحات المقاولاتية في العالم هي متعددة النماذج الأوروبي طبعا كانت بدايات كبرى نحو استثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة انبطق عنها منظومة مقاولات كبرى لأنه في سنة 30 سنة المجيدة التي كان فيها الاقتصاد الأوروبي في قوته كانت هناك كانت دراع الأساسي لهذه القوة الاقتصادية هو المقاولات المتوسطة والصغيرة التي استفادت من قدرات الاستثمارية للدول من أجل يعني انعاش الاقتصاد الأوروبي بعد الحرب العالمية التالية هذا أمر مهم جدا وأعتقد وبلا مركز السيناجيب نعم وبلا مركز نحن نقول الاقتصاد في فرنسي لا نقول أن باريس تستحوذ على كل شيء من الجنوب في مارسيليا ونيسوة وغيرها إلى الوسط إلى الشمال الاستثمارات متنوعة وأيضا صحيح لأن التحدي الأبرز اليوم عالميا هو التوطين ترابي للإستثمارات أهم منظومة اليوم في العالم وأهم نقاش مفتوح حول الاستثمار هو كيف يمكن الاستثمار أن يصل لكل المواطنات والمواطنين في كل ربوع مناطق الدولة أي دولة على احتبار على أن اليوم الاستثمار مرتبط أساسا بإنعاش لا أمور أساسية أولا تقوية البروفايلات التي ستقوم بإنشاء المقاولات هذا أمر مهم جدا لأن اليوم تحولات التقنية والتحولات يعني الاقتصادية والاجتماعية تحتم ذلك النقطة الثانية هو وضع أسس سلاسل القيمة التي سوف تستقطب هذه الاستثمارات سواء من ناحية المرتبطة بالمنظومة اللوجيستية ومنظومة الإنتاج والتموين وحتى المنظومة المرتبطة بالمناولة على اعتبار على أن المناولة هي جزء أساسي يمكن من خلاله للمقاولات الكبرى والاستثمارات الأجنبية أن تجر معه عجلة المقاولات الصغرى والمتوسطة النقطة الثالثة هو مناخ الأعمال الدامج والعادل والمنصف بمعنى على أن اليوم إذا شاهدنا دوين بيزنس الذي هو بمثابة مرجع ومقياس عالمي مرتبط بالموضوع نشاهد على أنه بدأ في التصنيف الجهوي لأهم الاقتصاديات العالمية بما فيها المغرب على اعتبار على أنه ابتداء من سنة 2019 وكان هناك بداية لتصنيف الجهات المملكة من ناحية مناخ الأعمال وقدراتها في هذا المجال وأعتقد بأن الهم الأساسي الذي يجب أن نشتغل عليه والذي لاحظنا من خلال تركيبة اللجنة هو كيف يمكن جعل التراب الوطني ترابا خالقا للطروة بمنطق عادل ومنصف بين كافة ربوع المملكة لأن اليوم المجال في المغرب مع الأسف هناك نسبة قليلة من المجال تستحويد على نسبة كبيرة من الطروة وهذا الأمر لا يمكن الاستمرار فيه على الاعتبار على أن اليوم قوة المغرب تكمن في قوة كل جهاته الـ 12 وكانت بعض المؤشرات ربما أن نموذج التنموي أشار إلى أمرها مهام جدا حين تحدث عن العدالة المجالية وحتى العهل المغربي نعود دائما وأبدا لخطاباته لأنه كان فيها توجهات وكان فيها أسس سليمة لبناء مغرب الغد حين تحدث عن جهوية تسير كنتم تتذكرون بسرعتين فهذا أمرها مهام جدا لا يمكن أن أرى طنجة كبرى وأن أرى مثلا أقدير تترنح بين اقتصاد هش وغياب لفرص العمل وغير ذلك فلا بد من عدالة مجالية أرسأ أسس سليمة ربما نموذج التنموي وفقا لتوجهات ورؤى ملكية كانت واضحة في هذا المجال اليوم أيضا في الخطاب الملكي كان هناك حديث عن نثاق الاستثمار واليوم الحكومة خلال اجتماعها كان هناك حديث أيضا عن نثاق الاستثمار المواطن البسيط وحتى المثقف يتساءل ما هو ميثاق الاستثمار كيف سيتمسن هذا الميثاق من سيشكل هذا الميثاق وفقا لأي مقاربة تشاركية وكيف يمكن أن ينعكس بالإيجاب على مناخ الأعمال على الاستثمار داخل المملكة المغربية صراحة نحن ننتظر ميثاق الاستثمار وننتظر أيضا ميثاق التنمية الذي سينبتق عن نموذج التنموي الجديد لأن ربما أعتقد أن هناك إعداد أيضا المتاق التنمية ستكون فيه مقتضايات كل طرف من الأطراف سواء إدارة رجال الأعمال القطاع البنكي المستثمرين يعني الرأسماليين أو المستثمرين الخواص سيعرف كل واحد أي دور سيلعبه الاستثمار عملية بسيطة ولكن في نفس الوقت معقدة بسيطة لأنه أي إنسان عادي لديه فكرة لديه مشروع بإمكانه أن يلجأ بحث عن التمويل أو بحث عن يعني موارد أو شراكات من أجل تنفيذ استثماره في نفس الوقت معقدة لأن بعض الأحيان المتدخلون يكونون كطر وبالتالي حتى بالنسبة لكبار المستثمرين يجدون أحيانا عراقيل في تنفيذ يعني مشاريعهم بالتالي فتبسيط ما يتعلق بالإجراءات وأيضا توضيح التزامات كل جهة لما تعلق الأمر بالإدارة الإدارة الترابية مراكز استثمار الدولة وزارة المالية إدارة الضرائب إلى غير ذلك هذه كلها أطراف جميع الفاعلين في مجال الاستثمار في مجال الاستثمار لتيسير العلاقة فيما بينهم يجب أن يكون هناك ميتاق والتزامات لماذا ميتاق والتزامات بالنسبة في نظر الدولة لكي لا يعلق أحد فشله هو على الآخرين فهمت كيف وأن يكون هناك يعني مسؤولية تجاه هذا الموضوع لأنه يتعلق بالاستقرار العام بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لكن في نظر متى هذا السؤال أنت وضعس الفكرة بالفعل هو ملتقى لكل الفاعلين في المجال الاقتصادي أو الاستثمار بيخرج تحديد هل سيخرج للعلن قريبا بما أنه خطة الإنعاقش الاقتصادي كانت واضحة في قانون المالي لسنة 2022 هناك هذا سؤال صعب وأيضا فيه شوية من الغموض لماذا؟ وهذا الغموض مرتبط بأن هناك قلة في المعلومات شح في المعلومات ربما الفاعل العمومي الحكومة لم تتخل بعض القرارات هناك مثلا في الاجتماع تم الحديث عن نشغل الاستثمار وفي مشروع قانون وبالتالي يعني الأمور تعطيك مثال لا توضحت تسقف زمني لا نعلم تسقف زمني لا نعلم أيضا ما يتعلق بالميزانيات والموارد المالية من أين ستأتي وكم هي ليست واضحة لحد الآن مثلا بالنسبة لصندوق الاستثمار هناك حديث في قانون المالية هذا عام 30 مليار درهم ذهبت للمحوار المقبل تتحدث عن صندوق محمد الساس الاستثمار 15 مليار في قانون المالية 2021 زاء 30 مليار في 2022 بالتالي لكن حجم الصندوق أكبر أنا أظن بأن الحكومة الحالية بدأت الآن أقل من أربعة أسابيع أو ثلاث أسابيع عملها هي ما زالت تبحث عن أي صياء أفضل صياغ لتوفير الموارد مثلا لهذا الصندوق بالنسبة للمشروع ككل تنزيله يتعلق بشيئان يتعلق بالأجندة الأخرى موجودة لدى الحكومة بالإضافة إلى الموارد المالية ثم بالإضافة إلى من سيستفيد من من ثم أنت طرحت مثلا الموضوع الجهوية ليس من السهل في المغرب أمام إتناصر جهة أن تحدد أي مشاريع تمول في أي جهة وأي مصروع ستكونه مرضودية بالتالي فبالنسبة إلي يجب يعني وفق قناعاتي أن الحكومة أن لا تتدخل بشكل كبير وأن تترك للفاعل لمعنيين وهم هنا المستثمرون ورجال الأعمال أن يكون لديهم دور لأن حدثهم تجربتهم في الميدان خبرتهم في السنوات الماضية أعطتهم أكثر من المعرفة ربما من الإنسان السياسي لكي يعرف أين يستثمر صحيح وأين وفي ذلك الحكومة اليوم تفرق ما بين ميثاق الاستثمار وما بين مثلا اختصاصات صندوق محمد السادس للاستثمار يعني ميثاق الاستثمار هو هيكل وإطار عام من أجل تنمية الاستثمار داخل المملكة المغربية ولكن بما أنك تحدثت عن الاختصاصات أشرت إلى الميزانية الخاصة بصندوق محمد السادس للاستثمار سي نجيب الاختصاصات ستكون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية أيضا تم الحديث على أن صندوق محمد السادس للاستثمار سيستثمر مثلا في الفلاحة في العقار في التعليم في الصحة في الابتكار في الابتكار أيضا في تكنولوجيا الحديثة يعني حدد حتى القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها هذا الصندوق والصندوق قلنا بأنه يدخل هو الآخر في صلب خطة الانعاش الاقتصادي وقد يكون العمود الفقري له أعتقد بأن اليوم هناك نقاش في العالم حول دور الدولة في منظومة الانتعاش الاقتصادي أو عودة الدولة للمنظومة الاقتصادية هناك دور كيف مكن الحال لذلك فأنا لا أتفق معها الأستاذ الاعتبار على أن الدولة اليوم هي من تقود منظومة الانتعاش الاقتصادي بالمغرب وبتقريبا بكل دول العالم لأن اليوم الأزمة التي جاءت بها جائحة كورونا هي أزمة مختلفة في إعدادتي على بقية الأزمات ومن بين المؤشرات التي تؤكد ذلك هو أنه كان هناك اختيار استراتيجي نحو التوجه إلى وضع دراع استثماري للدولة في إطار صندوق سيادي اسمه صندوق محمد ساريس استثمار هذا يندرج كتذكير في إطار مبالي سانتياغو المتعارف عليها دوليا والتي تحدد الأدوار الأساسية لمثل هذا الصندوق هذا الصندوق في تجارب عديدة كانت بمثابة الدراع المالي للدول التي جرت من خلالها المنظومة الاقتصادية بشكل كبير غير معالم الدول سواء ويمكن أن أستحضر هنا الصندوق السيادي النرويجي وكذلك الصندوق السيادي الماليزي وكذلك الصندوق السيادي لدبي وقطر طبعا في إطار تدبير الأصول عالميا هذا مختلف شيئا ما لذلك أعتقد بأن اليوم هذه مبادرة دكية بدأت ديناميتها فيما قبل وشاهدنا على أن هناك استقلالية مالية وإدارية وهذا أمر مهم جدا والقطاع الخاص في إطار ما يصطلح عليه عالميا بالبلندد فاينانس أو المالية المختلطة التي ستوتيح كذلك إمكانيات مالية مهمة اليوم نتكلم على 45 مليار درهم كمساهمة أولية للدولة أعتقد بأن ليست الميزانية النهائية هناك بحر مالية لهذا الصندوق وهذا الصندوق بشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وصناديق سيادي عالمية هي أمر متاح جدا لأنه حتى قراءة القانون المنظم للصندوق فيه هذه الإشارات أعتقد كذلك بأن هذه المساهمة الأولية هو إعلان النوايا من طرف الدولة على أنها موجودة استثماريا يجب كذلك إضافة أمر مهم بالنسبة لصندوق محمد السادس الاستثمار باعتباره صندوقا يتوجه نحو المستقبل هدفه واضح تغيير معالم المغرب في أفق 15 سنة والمساهمة في شكل كبير في ذلك لأن مصار تعافي الاقتصادي في المغرب مصار اختار جلالة الملك أن يكون في إطار recovery for change يعني تعافي من أجل تغيير لا نريد أن نعود لمؤشرات 2019 لأنه لم تكن أصلا عند الطموحات لا الشعب المغربي ولا جلالة الملك لذلك فهذا الصندوق أعتقد سيتوجه بشكل كبير لتوفير شروط عوامل التحفيز الاقتصادي لذلك التي من شأنها كذلك تقوية قدرات المقاولات لا الصغرى ولا المتوسطة ولا الكبرى في المساهمة في الأوراش الكبرى الجديدة التي ستطلق في المغرب هذا أمر مهم جدا بناء الرأس مال البشر حين يتحدث عن التحمر في قطاع الصحة وقطاع التعليم فأنت هنا تدخل في صلب النموذج التنموي وتتحدث عن قطاعات أكيد هي حقوق دستورية ولكن في نفس الوقت التعليم الأول إن أصلحته أمر جيد مراكز التكوين المهني إن كانت مناسبة لمناخ الأعمال ومتطلبات الاقتصاد الوطني أمر جيد هو الآخر التوجه في هذا الإطار هو التوجه نحو جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التعليم الأول موجود الصحة موجودة ولكن كان السؤال وسؤال الجودة أعتقد بأن اليوم الجودة ستكون هي الكلمة المفتاح وتأكيد على ما تفضلت به ومخالفة لما جاء في كلام السيراشيد حتى هذا الصندوق يستثمر في قطاعات خدماتية يعني ما جدوى قطاع الصحي على المستوى المداخل المالية أو القطاع التعليم هي خدمات أو حقوق دستورية يقدموا هذا الصندوق ما يؤكد عودة الدولة أو تدخل الدولة في قطاعات حساسة أنا تختلف شيئا مع السيد ناجي فيما ذهب إليه وإذا استمعنا بشكل يعني عميق لما قاله السيد رئيس الحكومة مباشرة بعد الاجتماع قال بأن هذه الأمور كلها تنصب في إطار دعم القطاع الخاص وبناء شراكة قوية مع القطاع الخاص من أجل النهور بالاستثمار يجب أن نكون واضحين سواء تعلق الأمر بـ 45 مليار درهم أو 120 مليار درهم غير قادرة على أنها تعطي دينامية لإقتصاد المغربي وإن كانت كاستثمارات من طرف الدولة لوحدها أيضا الخطب الرسمية وأيضا النموذج التنموي الجديد كلها تؤكد على أن رافعة تنمية في المغرب هي الاستثمار الخاص الذي يأتي من الخواص والدولة نفسها لديها قناعة عميقة بأنها من دون كلها لا يختلف إثنان على ما تفضلت به ولكن كإضافة بسيطة جدا رأس المالي جبان ولكن حين توفر الحكومة المناخ الملائم للاستثمار هذا هو المقلوب منها أكيد وهنا يأتي كما تفضل أنا لست به لا مشكلة هذا اختلاف لا يفسد للود قضية ولكن فقط كتوضيحات أن الدولة هي المحتضن الراعي لتوفير مناخ وبيئة حاضنة لهذا الاستثمار وهي تتدخل حين يكون الأمر يتطلب من بين أهم أهداف هذه المبادرة الآن هي أن الدولة في ضل سياق الكوفيد-19 خلال سنتين رأت بأن الاستثمار الخاص وأنت كما أصدت ربما جبان ربما متردد تراجع ينتظر ينتظر إشارات الدولة تريد أن تبادر ربما أن تعطي إشارات بأن الاستقرار عاد بأن الأوضاع الآن أصبحت أكثر أمانا لمن يريد أن يستثمر لمن يريد أن يتشجع لكن هي لا تراهن خصوصا على الاستثمار الخاص المحلي لأن تعرف قدرة يعني رجال الأعمال المغاربة والمقاولات المغربية وتعرف بأنها محدودة والدولة أنا في قناعتي تعول بشكل كبير على جد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أعطت أمثلة في السابق أعطت ضمانات لشركات كبيرة لكي يستثمر بالبلاد قامت بمجهودات كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة على المستوى الاستثمار في البنية التحتية على مستوى الاستقرار إلى غير ذلك بتالي فهي تقدم أشيرات لهذا الاستثمار لأنه تعرف بأن كل الدول الصاعدة على مستوى العالم حققت انطلاقتها الاقتصادية عن طريق الاستثمارات التي تأتي من الخارج هي مهمة جدا سببين مهمة لأنها تأتي بالموارد المالية في أغلب الأحيان ثم أيضا تأتي بخبرات جديدة غير موجودة على المستوى المحلي نقل تكنولوجيا نقل خبرات جديدة في مجالات صناعية معينة تتقيمة مضافة مرتفعة لكن يجب أن تجد شروط في البلد ما يتعلق كما أصرت إليه برأس مال البشري جودته كفاءات مغربي يجب أن تكون قادرة على العمل في هذه المشاريع قوانين محفزة مواكبة ثم أيضا مناخ أعمال مستقر ومحفز الاستثمار بالتالي فأعتقد أن الدولة لما تضع مقاربة فيها ما هو مالي وما هو طرابي وما هو إداري هي أنها تريد أن تقدم يعني كل الحلول لكل المشاكل التي من الممكن أن تعيق هذه الاستثمار ولكن الدولة هنا لا أعتقد أن المغرب يريد أن يعود إلى المقاربات التي انتهجتها بعض الدول مثلا في المنطقة مثلا جيراننا التي كانت الدولة تريد أن تقوم بكل شيء ففي نهاية المطاف فشلت في كل شيء تانيا المغرب منذ التسعينات كانت دستيره واضحة وحتى الدستور 2011 واضحة في هذا المجال والفصل بين مهام الدولة ومهام السوق ومهام الاقتصاد الحر سي نجيب تعليقك على لا أعتقد بأن اليوم النقاش واضح هناك توجه نحو تعافي اقتصادي بآليات جديدة وبآليات للتغيير ولكن يقول لك الدولة إن أخذت كل شيء قد تفشل في كل شيء وإن عولت على القطاع الخاص فالقطاع الخاص رأس المال جبان وضعيف وقد يحتاج إلى وقت للتعافي من تدعيات كورونا وعليها أن تعول على الاستثمارات الأجنبية أسوة بسنغافورة وبانكوك وإلى غير ذلك إن أرادت تنمية حقيقية وأيضا تشغيل وفرص عمل أعتقد بأن المستوى الاقتصادي للمغرب تجاوز هذا النقاش لأن اليوم احنا دولة هدفها هو التوجه نحو منظومة الدول الصعيدة دخول منطق جديد اليوم طبعا لما نتكلم على القطاع الخاص مكانته قوية في المغرب والدليل على أنه وقت جائحة كورونا القطاع الخاص هو من صنع الكمامات هو من صنع أمور كبيرة جدا وجدنا دراعا صناعية مهمة لكن النقاش اليوم هو على مكانة الدولة نريد التعافي الاقتصادي أي منظومة اقتصادية في العالم لا يمكن أن تتعافي بالقطاع الخاص يجب على الدولة أن تلعب دورها لذلك فاليوم الاتفاق الموجود في المجتمع الهلمي الاقتصادي هو أنه يجب الرجوع إلى الدولة القادرة على التحفيز الاقتصادي وبعد ذلك يمكن الوضع خيارات أخرى أو علاق الرسم السياسات وتقديم الإمكانية أهم منطق في التعافي من الأزامات سواء وهذه قراءة من الحرب العالمية الأولى وانت طالع هو أنه يجب على الدولة أن تضع عوامل محفزة للاقتصاد فيها ثلاثة أمور أساسية أوراش كبرى من أجل توفير إمكانيات استثمارية للمقاولات غالبا هي التي تنجزها سواء الصغيرة والمتوسطة عبر المناولة أو الكبرى عبر الإنجاز المباشر للمشروع النقطة الثانية توفير المناخ القانوني الذي يتيح بطاقة يعني مناخ أعمال يساهم في تعزيز قدرات تلك المقاولات والنقطة الثالثة هو الجانب المرتبط بالتمويل وأعتقد بأنه كانت هناك مؤشرات أساسية على اعتبار على أن 120 مليار درهم التي تشكل المبلغ الذي مرصده المغرب للأجل الانتعاج الاقتصادي فيه نقطة مهمة هو أن 75 مليار درهم ستذهب فقط لضمان قروض المقاولات وهذا أمر مهم جدا سيتيح شيئين ماليين أساسيين في معالجة الأزمات أولا وجود سيولة وكذلك التمويل العملي والقوي لانخيرات المقاولات في درهم الانتعاج الاقتصادي نعم وهنا كانت الأمور واضحة حتى في توجهات الحكومة المغربية أن حتى صندوق محمد استثمار سيعنى بالقطاعات الموجهة للتصدير وهنا لديك أكثر من نقطة إيجابية ميدن موروكو هي علامة جديدة وبرنامج متكامل ليس فقط للإعلان موروكو ناو حين تم الإعلان عنها في دبي هي الأخرى لديها تفاصيلها أن تتوجه إلى الأمور المتعلقة بالتصدير أي أنك الواردات بالنسبة لك ستقل وسترتفع نسبة الصادرات وأنت تتحدث عن تبادل انتجاري سيكون مرتفع مع الشركاء الفعليين والفاعلين في الحراك التجاري المغربي ستوفر على نفسك الكثير من العملة الصعبة هناك أمور كثيرة جدا قد تنعكس على الاقتصاد حين تتدخل الدولة عبر هذا الصندوق فهي تحفز بعض القطاعات التي تشغل اليد العاملة والتي بإمكانها أن تكون مصدر لموارد ثابتة وقارة وتزيد من تموقع المملكة المغربية في الاقتصاد العالمي طبعا أهم شيء أولا أنه الاستثمار أخيرا في المغرب بدأت تحدث الإنجليزية هذا مهم صح وبدأت لدي قناعة تتغير أن الأسواق الولوج إليها وشاركة تفعلت مع أنجلترا التي خرزت من الاتحاد الأوروبي نعم لغات العصر وأن المال والأعمال فعلا على المستوى الدولي هو العالم الأنغلوفوني هو الشركات الكبرى هو البيئات القادرة على تحفيز المقاولات الكبرى على مستوى العالم نحن نرى بأن أفضل لقاحات الآن التي تواجه بها البشرية الكوفيد هي مصدرها أمريكي إنجليزي أفضل شركات التكنولوجيا شركات الإعلام إلى غير ذلك بالتالي فالمغرب أظن الدولة ديها هذه القناعات تحاول أن تجتهد لكي تقوم بتنزيلها خطوة خطوة لكن من الصعب تغيير كل شيء مرة واحدة طبعا الهدف أيضا هو إعادة من خلال تشجيع الصناعات المصدرة هو إعادة نوع من التوازن للميزان التجاري المغربي لأن هناك خلل هيكل دام عشرات السنوات لا يمكن أن يبقى مستمران إذا المغرب كان كما تفضل أستاذ أن يكون بلد صاعد نحن نعرف بأن البلدان صاعدة في أوقات معينة قامت بتشجيع التصنيع والاتجاه نحو التصدير المغرب لديه اتفاقية تبدو الحر عديدة لم تستغل للأسف شديد من طرف الفاعلين اقتصاديين المغربية يعني لم يستغلوا هذه الآليات التشريعية التي تخول لهم الولوج إلى أسواق أجنبية بكلفة أقل هنا ربما نتحدث عن القطاع الخاص الذي لا يغامر أنه يعمل دراسة مثلا لدي اتفاق اسمح لي اتفاقية تبدو الحر مع الولايات المتحدة موقع منذ سنة 2004 ماذا يحتاج للاقتصاد الأمريكي لديه الواجهة الأطلسي لديه وسائل متاحة للنقل لماذا لا يكون هناك مع دول عربية ربما أسواق اتفاقية أبيادير مع مصر الأردن وتونس ولكن الاقتصاد الأمريكي أكبر بكثير من أن تقارنه بي أن تكون المقاولة المغربية في مستوى متطلبات السوق الأمريكي لكن بعض الدول الصغيرة الأسواق الصغيرة والمتوسطة بإمكان المقاولة المغربية اقتحامها لكن هذه المقاولة تحتاج ربما إلى دعم الدولة ولكن ليس الدعم المالي لأنه أحيانا الدعم المالي أدى إلى أن هذه المقاولات أصبحت متكاسلة لا تجتهد لا تبدع ولكن يحتاج ربما إلى ديبلوماسيا يحتاج إلى عمل على مستويات أخرى يحتاج إلى أن تكون هناك توجيهات ولكن ليس إلى التدخل في يعني الأمور ربما رجع الميثاق الاستثمار أنه اليوم حين تشرك القطاع الخاص فأنت تطلعه على الاتفاقيات الدولية الموقع عليها مسبقا سواء كان مع محيطك الإقليمي أو القاري أو حتى شراكات مع هيئاتك الاتحاد الأوروبي أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية فهنا تكمن أهمية هذا الميثاق الذي ستشرف عليه الحكومة من أجل أن يخرج للعالم سأعود إليك سيراشيد ولكن قبل ذلك لدينا قطاعات بين قوسين بالدرجة واجدة يعني جاهزة القطاع الفلاحي على سبيل المثال الحصر الصناعة التقليدية السياحة هذه قطاعات صناعة السيارات سلسلة القيمة المرتبطة بصناعة الطائرات صحي هذه شراكات اقتصادية المغرب خاطة فيها قد نقول بأن الدولة رأتها بأنها تسير بنسب نمو كبيرة جدا وأنها ترفع نسبة الصادرات المغربية وقد تتجه إلى قطاعات أخرى التي تحتاج بالفعل إلى مصادر تمويل لتعزيز صادرات المغرب منها هذه القطاعات الهامة والتي هناك تنبؤات بأنها الإنتاجية سترتفع فيها بشكل أكبر إذا قلنا على القطاع الفلاحي هناك نسبة 17% على ما أعتقد ستكون خلال السنة المقبلة نظرا التساقطات المطرية وأمور كثيرة أخرى قطاع السياحة والصناعة التقليدية اليوم المغرب يتعافى من جائحة كورونا شيئا ما بينها حملة التلقيح تعادل نسب أوروبية وغربية مسجلة فيما يخص التلقيح فلم لا قد يكون التوجه إلى مثل هذه القطاعات التي لن تتطلب مجهودا كبيرا أو تمويلا أكبر من طرف الحكومة لكي تساهم في الرفع من قيمة الصادرات وأيضا تحقيق ذلك التوازن في الميزان التجاري لا أعتقد بأنه الأمر متاح جدا على اعتبار على أن هذه القطاعات في الحقيقة هي القطاعات الاستراتيجية الأصلية التي كان المغرب يستثمر فيها بشكل كبير اليوم هناك توجهات لتقويتها ولكن أعتقد يجب أن نغير أسواقها أو على الأقل ننوعها اليوم هناك الدينامية بين المحور الاقتصادي الجديد لندن كانبيرا الذي هو امتداد للمحور السابق الأنجلوساكسوني أعتقد بأن الأسواق البريطانية عادة بقوة بعد صفقة الغواصات بين الأولايات المساعدة عادة بقوة وهذا مؤشر هناك ملامح تحالف بدأت ترسم عسكريا أولا ولكن أكيد اقتصادي طبعا الاقتصادي الموجود على الاعتبار أو أولى الابتزامات كانت مع الدول يعني أستراليا ونيوزيلاندا وإيرلاندا وإيرلاندا يعني المنظومة الأنجلوساكسونية هذا أمر مهم جدا سيتيح للمغرب تقريبا سوق تضاهي السوق الأوروبية والتبادل التجاري يجب أن نشتغل على هذا الموضوع يجب كذلك أن نشتغل في أقرب الأوقات على اتفاق يتبادل حر مباشرة مع بريطانيا بريطانيا اليوم ستلعب دور لمجموعة من الأسواق العالمية أعتقد بأنه اليوم أنا أتأسف لأن تركيا قد سبقتنا في هذا الموضوع ولكن أعتقد يجب أن نشتغل بشكل يعني سريع على وضع اتفاق يتبادل حر مع بريطانيا لأن وراء بريطانيا هناك أسواق سنستفيد بأمرين أساسيين في هذا الموضوع أولا إمكانيات الاستفادة من الأسواق المالية البريطانية هذا أمر مهم جدا للمقاولات المغربية على الاعتبار على أنه مقاولة مغربية موجودة في أجادير أو في بني ملال في المناطق الفلاحية يمكن أن تستفيد من تمويلات مباشرة للأبناء البريطانية إن كانت ستفتح أسواقا في بريطانيا هذا أمر إيجابي سنستفيد كذلك من القدرات اللوجستية الضعيفة الموجودة بين بريطانيا وأوروبا وقد شاهدنا الأزمات التي وقعت يجب أن نستطمر في هذا الموضوع بربط اللوجستي قوي مع بريطانيا لأن كما قلت وراء بريطانيا هناك حلف حلف اقتصادي هناك حلف عسكري هناك حلف استراتيجي يجب أن نكون في قلبه جميل هل يمكن أن نفتح على قطاعات حيوية عندي واحد الإضافة تفضل بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية لأي شركة اقتصادية مع بريطانيا هي أيضا ستساعد المغرب للولوج إلى إفريقيا الأنغلوفونية التي طالما استعصت على المغرب حتى فيما يتعلق مثلا ببعض القضايا الوطنية ونجد فيها مقاومة بدأنا هناك برنامج اقتصادي ضخم مع نيجيريا غاز نيجيريا المغرب نيجيريا جنوب إفريقيا ومواقف السياسية تغيرت كثيرا هذه بدايات بإمكاننا بإمكان المغرب أن يقوم بتعميق العلاقة مع هذه البلدان عن تاريخ البوابة البريطانية يعني مكاسب غير اقتصادية عن تاريخ تأتيبية شركة ومكاسب حتى سياسية تنعكس على القضايا المركزية داخل لا كلامك منطقي القضايا المركزية نحن نشاهد تقارب بريطاني مغربي اليوم نعلم الاعتراف الأمريكي التاريخي بمغربية الصحراء لا يمكن أن نفصل هذا عن ذاك نعلم أن الولايات المتحدة خصصت استثمارات تذكرتم في الاتفاق الثلاثي خمسة مليار دولار منها ما هو مخصص لمشاريع تنموية نحن نعلم تغيرات سياسية الموجودة في بريطانيا وبعلاقتها مع المغرب صحيح هناك الكثير من الويد حتى من أحزاب كنا في الماضي القريب يعني نتوجس منها أحزاب أصبحت يعني تظهر بعلانية على أنها تطيق في بلدان في طالعتها المغرب صحيح وربما دفعت بريطانيا فاتورة باهضة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي والأزمة التي عانت منها مؤخرا دفعتها إلى البحث عن بوابة جديدة وشراكات متجددة قد تكون مع دول أفريقية ونعلم القيمة التي يحضى بها المغرب في هذا الصدد لماذا لن نفتح على قطعات حيوية أخرى في مجال الاستثمار بما أن المغرب نجح في قطاع السيارات على سبيل المثال للحصر في قطع غيار الطائرات أيضا في مجموعة من القطاعات التي أكدت أن المورد البشري المغربي مؤهل وأن البنى التحتية توفر لك استثمارات ناجعة في هذا المجال وأنت بدورك لازلت تواصل الاستثمار لديك من الداخل الأطلسي لديك مجموعة من الأوراش الكبرى المفتوحة لحد الساعة وأي القطاعات تحبذ لكي يدخل في غمارها المغرب هذا هو السؤال الصعب في نظري طبعا أنت الآن تسميه رأسمال جبان أنا عادة بعض الأحيان يكون جبان ولكن بعض الأحيان تكون موارده أو طاقته أقل بكثير من طموحاته أنا أظن بأن الرأسمال المغربي محلي لديه طموحات يذهب إلى أبعد مما هو موجود عليه الآن أن يستثمر في قطاعات صناعية داتقمة مضافة مرتفعة أن يتجه إلى التصدير إلى غذلك لكن موارده المالية لا تسمح ثم أيضا في نفس الوقت لا يجد موارد مالية كبيرة على المستوى المحلي بإمكانه لو وتيحت له الفرصة أن يقوم بشراكات مع الرأسمال الأجنبي من أجل اقتحاد قطاعات هنا دور الدولة مهم مهم لماذا؟ لأنها ستوفر الضمانات المؤسساتية ونظام قضاء عادل ومناخ أعمال جيد لبعض المستثمين الأجانب لكي يقتحموا بعض القطاعات وأعطيك أنا قطاعين الآن لديهم مستعجل استثمار فيهما قطاع النسيج المغرب تاريخيا كان لديه تجربة كبيرة بقطاع النسيج الآن تقريبا انضطر لم تعد هناك ماركات مغربية ويعني حتى ما تشتري الطبق الوسطى في المغرب إلى غذلك أغلبه مستورد وهذا يخلق عجز على مستوى الميزان التجاري وفي نفس الوقت لديك شركات تقوم بمقاولة لشركات كبيرة بقطاع النسيج ولديها موارد بشري تشتغل ولديها تجربة بالتالي في هذه الموارد البشرية بإمكاننا توظفها في قطاع نسيج مغربي فزاح قطاع النسيج في المغرب يعني لكن يجب أن يذهب إلى أبعال مماركات العالمية تصنع في المغرب نعم هذا شيء ولكن أن تكون لديك من باب العلمي بالشيء أقمصة نادي برشلون التي تبعى في هذه مناولة في أحسن البوتيكات العالمية بما فيها في الكامب نوت وصنع في مدينة طمزة هذا ما أصرت إليه هذه مناولة ولكن المطلوب الآن أن تكون لديك ماركات مغربية ميدن مروكو ميدن مروكو ثم ليس فقط أن تتجه إلى السوق المحلية أهم شيء أن تتجه إلى التصدير إذا شئنا الحديث مثلا عن نموذج تركيا التي غزت كثير ليس المغرب فقط ولكن كثير من الأسواق الإفريقية بالخصوص بماركاتها ثم القطاع الثاني كل ما يتعلق بالتجهيزات المنزلية التجهيزات المنزلية هذا الآن قطاع درجة الاستهلاك فيه مرتفع جدا والطلب عليه مرتفع جدا لكن كل تقريبا طلب المستهلك المغربي يأتي من الخارج بإمكان مقاولة المغربية لاستثمار في هذا القطاع وأن تلبي طموحات المستهلك المحلي ولكن بنفس الجودة وفي نفس الوقت أيضا أن تستهدف الأسواق الخارجية لأن ذلك سيكون أيضا مثاعد لاقتصاد المغربي على تنويع نصاته جميل لكي لا ننسى نحن نتحدث الآن دخلنا في غمار الاستثمار الخارجي المغرب يحقق يعني إقبال كبير الارتفاعات وصلت لسبعة عشر بالمئة المغرب الحمد لله يعيش على وقع استقرار سياسي وأمني يحسد عليه والمغرب أيضا في نفس الإطار لديه شراكات تتفعل وتتعزز يوما بعد يوم سواء مع محيطه القاري الأفريقي أو حتى لا ننسى أن نقول استثمارات حضور كبير جدا في قطاع مرتبط بالفلاحة نوعا ما الأسميدة مع أثيوبيا استثمارات ضخمة بمليارات مليارات الدولارات هذا كبداية فقط وليس ونعلم أن التواجد في تلك المنطقة الاقتصادية التي تصل يعني إلى خمسمائة مليار دولار أكثر يعني ساكنة بشرية بمئات الملايين هذا أمرها مهم جدا ولكن يتم الحديث في هذا الاجتماع الحكومي عن مراكز الجهوية للاستثمار لا يأتي عبثا ذلك إن كانت موجهة أكيد للمستثمري الأجنب ولكن لدينا جالية مغربية تساهم في في ضخ أموال ضخمة جدا لبنك المغرب وتحافظ على ذلك التوازن أيضا من ناحية العملة الصعبة الجالية بدورها لدينا أبناء وبنات عندهم خبرات وهناك من مل حتى الغربة ومآسيها ويريد أن يرجع لوطنه ولكن يصطدم بتعقيد في المصافر الإدارية يصطدم بمن ينفر قد تكون الزبونية قد تكون الرشوة لا يمكن أن يكون ذلك في صلب اهتمامات الحكومة ولديك جالية بالملايين بإمكانها أن تنعش الاقتصاد وتحقق له نقلة نوعية خيالية ولا لا صحيح أعتقد بأن اليوم التعامل مع الجالية المغربية بالخارج يجب أن ينتقل إلى أسلوب آخر هم أبناء هذا الوطن يمتلكون تجارب طبعا لما نشاهد مثلا حتى الكرة القدم الفريق الوطني نأتي بأبناء الجالية المكونين في الخارج ويبنون البلاء العسل هذا مؤشر فقط على قدرة الأبناء الجالية خاصة الجيل الثالث على المساهمة في المنظومة الاقتصادية الوطنية سواء من خلال ضمان تحول بلادنا في مصار التورة الصناعية الرابعة وهذا أمر مهم جدا أعتقد بأن هناك مبادرات من أجل خلق مثلا مقاولات في الدكاء الصناعي في أنترنت هي أمور مهمة جدا ولكن اليوم يجب أن نطرح السؤال حول دور المراكز الجهوية للإستثمار مثلا مركز الجهوية للإستثمار في بني ملال أو في فاس أو في أكادير المنطقي هو مثلا مركز بني ملال أن يكون مرتبطا بإيطاليا هناك جيل ثالث قادر على المساهمة في الدينامية الجهوية في أكادير مع فرنسا يعني في فاس كذلك مع مناطق أخرى في الشمال مع هولندا أعتقد هذا الأمر يجب أن نشتغل عليه السؤال الأبرز في هذه المنظومة كلها هو أي مراكز جاوية للإستثمار نريد في بعض الدول هناك مراكز جاوية للإستثمار تجدها في كل المعارض بالعالم تجدها حاضرة في كل اللقاءات الاستثمارية هناك شباب يشتغلون في هذه المراكز يعني يجبون المعارض من أجل أن يقنعك بالاستثمار شاهدت شبابا يعني يدعوك الاستثمار في كوماسي في غانا هناك يعني منطق مهم يجب أن نشتغل عليه هناك معارض لقاءات عالمية فيها مستثمرين هناك مراكز يعني مؤتمرات اقتصادية يجب أن تكون يعني مراكزنا الجهوية للاستثمار في قلبها لا بل أكثر من ذلك على هذه المراكز الجهوية للاستثمار إن كانت تتوجه إلى أوروبا أو تتوجه لغرب أفريقيا أو تتوجه إلى الهند والصين عليها بدورها هي الأخرى أن تنظم تلك المؤتمرات وأن تدعو لها لديها الميزانية السيناجيب لديها الموارد البشرية المؤهلة لديها الكونيكشن مع مجموعة من القطاعات والفاعلين الابتصاديين الأجانب لما لا لديها قدرة كذلك تسويق ترابي لأن اليوم التريتوريال ماركتين هو أمر مهم جدا من أجل إبراز القدرات الاستثمارية للمنطقة طبعا مثلا المغرب اليوم يسوق نفسه بفعل لماش دوماك الصورة الحضارية التي قدمها في تدبير لجائحة كورونا هذا أمر مهم لم يأتي المستثمر عفوا أنا أعطيك مثال يمكن أن تلعب رونالدو غير يفتح عندك أوتيل في الخمس هذه أكبر حمل الرجل الأول على أنستغرام في العالم يعني وصل بهذا المشروع والخبر تنولته كل وكالات الأنباء بدون أن تستبعي منك كدولة كحكومة كمركز تثمار أن تروج لنفسك وجعلت مراكش في العنوين الأخباري العالمي هناك نقطة أخرى أعتقد من بين أهم الأمور التي استفدنا من جائحة كورونا فيها هو أن المغرب صوق صورة إيجابية لأن اليوم أي مستثمر في العالم خاصة المستثمرين المنضوين في إطار ما يستلح بلايب البلوكد أو الاستثمارات المتوقفة لا تجدوا أين تذهب في العالم أي مستثمر في العالم اليوم لما يرن خارط الاقتصاد للمنطقة وللعالم ثلاث أمور سيشاهدها في المغرب دولة بإفريقيا لقحت حوالي أكثر من 70% من المواطنات والمواطنين هذا أمر إيجابي دولة بإفريقيا في عز الجائحة تستطمر مليار دولار في المليارات في ميناء بمدينة الداخلة في ربط لوجستي قوي بالمتلة اللوجستي بين ساو باولو ولندن والداخل هذا أمر مهم جدا والنقطة الثالثة دولة في قلب سلاسل قيمة العالمية تطرح منظومة انتعاش اقتصادي بـ 12.3 مليار دولار لم تطرحها حتى الدول الغازية والبترولية المجاولة جميل إضافة نهائية وخاتمة لحلقة اليوم في هذا الإطار دائما طبعا المغرب نحن ذكرنا الآن يعني موارده البشرية الموارد المالية لا ننسى لا ننسى أيضا موقعه الجغرافي ما يربطه بعدد كبير من الدول كشراكات هناك انفتاح قديم للمغرب على الخارج نحن لسنا تقفى منغلقة على ذاتها لسنا من الشعوب التي تؤمن بأنه يجب لانكفاء على ذات إلى غير ذلك هذا كله مساعد لكن يحتاج أحيانا إلى بعض الموارد المالية وإلى بعض السجاعة لكي يحقق هذه الأهداف صحيح وأنا إضافة بسيطة كنا نتحدث عن الجالية هناك خبرات مغربية لمعت في جايحة كورونا في الولايات المتحدة الذي ترأس اللجنة من أجل البحث عن اللقاحات أيضا لدينا من تعمل هواتفنا اليوم ببطارية السل الذي تمكن من تحقيق اختراعات بالجملة الذين مجموعة كبيرة جدا هناك قصص نجاح في كل الميادين ومغاربة من يصنعونها فأنا أقول أنه إن كان هناك من هو مكلف بالجالية المغربي وأن كنا نريد أن نحث على الاستثمار أيضا لنأتي بتلك الكفاءة التي قد تفتح اقتصاد الوطن على أفاق أوسع وأرحب تمكننا من تحقيق النمو المنشود شكرا لك نجيب الصوم وإلى لقاء قريب سيراشيد وزار أيضا شكرا جزيلا لك على الحضور معنا مرة أخرى في ملف خاص شكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم اجمل تحية إنما كنتم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة